المونير في المنشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي اليوم لدينا الدرس الثاني في موضوع التغذية هو الموضوع السابع في كتاب المونير مقارنة بعض الخاصيات المشتركة لبعض الحيوانات العاشبة والخاصيات المشتركة لبعض الحيوانات اللاحلة في الصفحة 78 من كتاب المونير سبق لنا الحصة السابقة في البقس الأول يعني تعرفنا السلوك الغذائي لبعض الحيوانات منها العاشبة ومنها اللاحمة وكيف يتغذى أو كيف يحصل الحيوان العاشب على غذائه وكيف يحصل الحيوان اللاحم على غذائه اليوم سوف نرى ما هي الخاصيات المشتركة التي توجد بين هذه الحيوانات العاشبة أو اللاحبة مادم العاشبة تأكل أو تتغذى على العشب فبطبيعة الحال لديها خاصية مشتركة واللاحمة تتغذى على اللحم فلديها خاصية مشتركة إذن أهداف هذه الحصة أن يتعرف المتعلم تكيف نظام الأسنان مع النظام الغذائي عند الحيوانات العاشبة واللاحمة انطلاق من الملاحظة ثم أن يكتشف بعض الخاصيات المميزة للأنبوب الهضمي عند العواشب مقارنة مع اللواحي انطلاقا من الملاحظة والمقارنة إذن الخلاصة هنا نشوف نظام الأسنان ونظام الهضمي سواء بالنسبة لللاحمة أو العاشبة هذا هو الموضوع هذه الحصة إذن نبدأ النشاط الأول تمثل الصورتان التاليتان جمجمتين حيوانين أحدهما نظامه نظامه الغذائي عاشب والآخر نظامه لاحب إذن الصورة الأولى هذه والصورة الثانية هذه إذن هنا سوف نقوم بعمل المقارنة ومن خلال جمجمتين سوف نعرف ماذا هذا الحيوان يتغدى للعشب أو اللحم وهذا كذلك يتغدى للعشب أو اللحم إذن هذا هو الموضوع هذا النشاط إذن أكتب رقم الصورة الممثلة لجمجمتي الحيوان العاشبة إذن بطبع الحال هي الصورة واحدة نعم لماذا؟ لأن هذه خصائص الحيوان العاشبة لها قضيب عظمي إذن لدينا قضيب عظمي سوفلي وعلوي في الفكي عظمي نعم وعندها قواطع وعندها أدراس منشارية نعم نعم وبالتالي المعيار الذي نعتمده أذكر المعيار واحد نعم لها قضيب عظمي إذن لها قضيب عظمي نعم لها قضيب عظمي كيف نقوله قضيب عظمي ما معنى؟ يعني لا يوجد أنياب لا يوجد أنياب لأنه كان هذا حيوان لاحيم سنجد أنياب حادة وقوية ولكن مدام كان هناك قضيب عظمي يعني غياب الأنياب يعني الحيوان العاشبة نعم إذن سؤال أكتب رقم الصورة الممثلة لجومجوماتي الحيوان اللاحم هي الصورة 2 إذن الحيوان اللاحم إذن ماذا يتميز؟ بالأنياب قوية وحدة نلاحظ هنا الأنياب كديرة قوية وحدة القواطع صغيرة ليست مهملة ربما وعنده أدراس منشارية ومعنده قضيب عظمي وبالتالي المعيار الواحد الذي اعتمدنا شنو نعتمده؟ أنياب أنياب قوية وحدة نعم قوية وحدة لأن نحن نعلم بأن الحيوان اللاحم يعتمد على التهام الفريسة بماذا؟ بالأنياب ولهذا فهذا معيار مهم بالنسبة للحيوان اللاحم إذن نتقل إلى الصحة 79 من كتاب المنير النشاط الثاني هذا النشاط الثاني تمثل الصور التالية أسنان بعض الحيوانات هنا درس من شارية وناب حيوان لاحم لأن الحيوان العاشب ليس له أنياب وبالتالي حضور الأنياب دليل على أن الحيوان اللاحم والدرس المنشارية كذلك دليل على أن الحيوان اللاحم أما بالنسبة للحيوان العاشب له أدراس طاحنة فقط وليس من شارية لأن العشب لا يحتاج إلى أدراس من شارية إذن هذه خاصة من الخصائص اللاحم هنا لدينا قاطع قاطع القواطع شوية حادة بالنسبة للحيوانات العاشبة لأنها تقضم العشب هنا درس طاحنة تطحن العشب إذن هذا الحيوان عاشب إذن أسنان حيوان عاشب إذن ننتقل إلى السؤال با حدد دور هذه الأسنان عند كل من العواشب واللواحم بإتمام العبارات التالية إذن عند العواشب ما هو دور القواطع؟ القواطع قدم العشب نعم قدم العشب ودور الأدراس؟ تطحن العشب نعم تطحن العشب هل الأدراس ضروري أن تكون من شارية؟ لا لأن العملية للتطحن تكون غير حركة بالحركة وما بالنسبة للمينشارية فهي تكون قوة إذن عند اللواحيم دور الأدراس المينشارية تطحن اللحم نعم بالنسبة لأنياب تمزيق اللحم إذن ننتقل إلى النشاط التالي تمثل الصورتان التاليتان شراهات الأنبوف نعم نعم وعرفنا بأن الأسنان التي تكون عند الحيوان اللاحي والأسنان التي تكون عند الحيوان العاشي والخصائص ديالها سوف نرى الأنبوب الهضمي تمثل الصورتان التالية شراحة الأنبوب الهضمي عند كل من القط والقنية القط حيوان لاحم والقنية هي حيوان عاشي السؤال الآلف تعرف مختلف أعضاء الأنبوب الهضمي بكتابة الأسماء التالية في مكانها المناسب إذن مارئ معيدا معيدا قيق ثم معيدا سوف نذهب إلى الصفحة الموالية لكي نملأ الأنبوب الهضمي لكل من القنية والقط بطبيعة الحال على الأنبوب الهضمي لكل من القط بالنسبة للقنية هذا مارئ مارئ مردنا على مستوى إذا كان الهضم هو لقنية الأنبوب الهضمي ومن بعد ما بدأ الأنبوب الهضمي في إطلاق من المارئ ثم ثم نذهب المارئ ثم نذهب المارئ الذ lendقائق ثم نذهب المائدة المائدة الغالط ومن بعد ما بدأ الأعوار حيوانة ومثل على الأعوار لاحعل الأقم ما هي المعيدة؟ هذا معيون دقيق معي دقيق وهذا معي غلايب هذا هو الأنبوب الهضمي بالنسبة للحيوان اللاحم هنا يلقط عندنا المريء كذلك عنده المريء ثم معيون ثم معيون باقيق ثم معيون غالب كذلك نحطي نفس المكونات هنا الأعوار ضامر ولكن الحيوانة العشبة الأعوار نامي كبير لأن الحيوانة العشبة لأن العشب ليس هو اللحم وهذا هو الهدف لهذا الحيوان نفرقه بنا مع الحيوان الذي يتغدى على العشب والذي يتغدى على اللحم إذن قارن بين مختلف أعضاء الأنبوب الهضمي عند كل من القنية والقط بكتابة العبارة المناسبة من بين العبارات الآتية داخل الجدول إذن سنكتبه طاوير قصير كبير صاعد إذن سنبدأ بحجم المعيدة إذن بالنسبة للقنية حجم المعيدة كبير لاحظوا في الصورة حجم المعيدة كبيرة بالنسبة للقنية بينما القط صغير طول المعيد الدقيق كبير طويل بالنسبة للحيوان العشب يكون طويل بالنسبة للقط وكذلك بقي الحيوانات اللحم فهذا الشيء يجب أن نعممه على جميع الحيوانات اللحم وكذلك بالنسبة للعشب نعممه على كل الحيوانات العشب حجم الأعوار حجم الأعوار عند القنية عند القنية نامين وعند القط ضامر كذلك ولكن لم يكن على قط فقط نعممه على قط ضامر مهمة لن يحتاج الحيوان اللحم بينما الحيوان العشب ينمو يعني يدخل له العشب وكذلك نعممه على قط طول المعيد الدقيق إذن بالنسبة للحيوان العشب فهو كبير قطع طويل وبالنسبة للحيوان اللاحفة هو قاسية قطر المعي الغالي لماذا تتكلمون على قطر؟ لماذا تتكلمون على قطر؟ هذا هو القطر يعني تتكلمون على الدائرة من كيدوز العشب هذا قطر كبير ولكن هذا قطر صغير المعي الغالي ماذا لديه القطر كبير؟ المعي الغالي هنا يقرنا بين قطر المعي الغالي بالنسبة للقطر سوف نقوم بالنسبة للقطر بالنسبة للقطر بالنسبة للقطر كبير ليس طويل يعني قطر كبير بالنسبة للقطر فهو قطر صغير ننتقل إلى التعلمات الجديدة والمكتسابات ونملأ الفراغات ثم نقرأ تختلف تختلف الخاصيات المشتركة للحيوانات العاشبة عن الخاصيات المشتركة للحيوانات اللاحمة ومن بين هذه الاختلافات تختلف الخاصيات المشتركة بين الحيوانات اللاحمة لا على مستوى نظام الأسنان نظام الأسنان نظام الأسنان فالحيوانات اللاحمة تتوفر على أنياب لتمزيق اللحم بينما بينما الحيوانات العاشبة ليست لها أنياب وأدراث منشارية لتقطيعه لأن الأدراث منشارية لأن اللحم يحتاج إلى أدراث قوية ومنشارية لتقطع اللحم بينما العشبة يحتاج إلى أدراث طاحنة أما الحيوانات اللاحمة تتوفر على قواطع لقضم العشب وأدراس طاحنة إذا تتوفر على قواطع لقضم العشب وأدراس طاحنة وما تحتاج هي أنياب لأن العشب لا يحتاج إلى أنياب وبالتالي فالنظام الأعطاء تلائم العشب ثانيا الأنبوب الهضمي وهو يتميز عند الحيوانات العشبة بمعدة كبيرة وأمعاء طويلة معدة كبيرة عند الحيوانات العشبة وأمعاء طويلة وأعور نامين بينما بالنسبة للحيوانات اللاحمة يتميز الأنبوب الهضمي بمعدة صغيرة وأمعاء قصيرة أمعاء قصيرة إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول المقارنة بين الخاصيات المشتركة للحيوانات اللاهمة والحيوانات العاشقة في الدرس الثاني من موضوع التغذية